السلام عليكم ورحمة الله بعد انتهاء الاقتتال بين المسلمين والمشركين في غزوة أحد لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بضعة عشر رجلا يعني ما دون العشرين منهم أبو بكر الصديق وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وغيرهم فقام أبو سفيان قائد جيش المشركين قريبا من جبل أحد ينادي ويسأل أفي القوم محمد كررها ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي كحافة كررها ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن الخطاب كررها ثلاث مرات فلم يجيبوه فرجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال أعل هبل أعل هبل وهبل صنم من أصنام المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول قال كولوا الله أعلى وأجل فقالوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم والعزة صنم من أصنام المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول قال كولوا الله مولانا ولا مولى لكم فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم ونزل قول الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إي يصبكم أيها المؤمنون جراح أو قتل من المشركين في غزوة أحد فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة بدر فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وفي ذلك تسليه وتسريه وتعزيه للمسلمين وفيه أيضا إثارة لهمتهم وتلك الأيام نداولها بين الناس ونداولها من المداولة وهي نقل الشيء من واحد إلى آخر عندنا مثلا في التجارة تداول رأس المال وتداول المستندات وبكده يكون المعنى وتلك الأيام نصرفها بين الناس بالنصر مرة وبالهزيمة أخرى وذلك لحكم عند الله تعالى ومن أمثال العرب المشهورة الحرب سجال والأيام دول وصدق الشاعر حين قال فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر فالله عز وجل يداول الأيام بين الناس وذلك لأن الدنيا دنيا وهي فانية أما الآخرة فإنها خالصة للمؤمنين ولكن ما الحكمة من مداولة الأيام بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ليميز الله المؤمن الصادق قوي الإيمان من غيره وليتبين المؤمن من المنافق ودعونا نتأمل قليلا في قول الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا علم الله عز وجل علم غيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وعلم متحقق يظهر للناس ويترتب عليه ثواب وعقاب وهو العلم المقصود في الآية الكريمة وهناك حكمة أخرى من مداولة الأيام بين الناس ويتخذ منكم شهداء ويكرم أقواما منكم بالشهادة فالشهادة في سبيل الله من أرفع المنازل فقيد الله عز وجل لهم من الأسباب ما ينالون به تلك المكان العالية والمنزل الرفيع وسمي الشهيد شهيدا لأنه مشهود له بالجنة ولأن أرواحهم قد شهدت الجنة أي حضرت في الجنة ولو تأمننا قليلا في قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء لعلمنا جيدا أن منزلة الشهيد لا يصل إليها إلا من يختاره الله تعالى ويصطفيه من بين عباده نسأل الله الشهادة في سبيله والله لا يحب الذين ظلموا أنفسهم وقعدوا عن القتال في سبيل الله والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم وكأن في ذلك إشارة إلى رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول والذي انسحب بثلث الجيش وعاد إلى المدينة وفي نفي حب الله للظالمين إثبات لحب الله للمؤمنين وتلك بعض الفوائد البسيطة من تلك الآية الكريمة الله عز وجل رؤوف رحيم بالمؤمنين ابحث عن الحكمة خلف كل مصيبة لا بد من المداولة بين الناس فهي محق لا يخطئ وميدان لا يظلم العاقل واللبيب لا يركن إلى الدنيا ولا يتمسك بها ولا يثق فيها وتلك الأيام نداولها بين الناس دوام الحال من المحال ما نمر به هذه الأيام من مداولة الأيام بين الناس وأخيرا الله عز وجل يتخير من عباده الشهداء إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة